ازايكم يا جماعة؟ مستعدين النهاردة لحكاية مسيرة عن قوة الطبيعة اللي بتفاجئنا طبعا كل مرة النهاردة هنتكلم عن حاجة مش مجرد عصفة لا دي حاجة بتاخد المدن والشواطئ كلها في طريقة بتسيب وراها دمار مهول الاعصير هنستعرض مع بعض اقوى عشر اعصير في العالم واللي دمروا مدن وخسروا ارواح وخلوا الناس واقفين قدامهم عاجزين بس قبل ما نبدأ تعالوا نفهم شوية معلومات اساسية وايه الاعصار اصلا ازاي بيتكون وايه اللي بيخليه من اقوى الظواهر الطبيعية مبدأيا كده نعرف الاعصار الاعصار هو عصفة عملاقة بتتولد فوق المحيطات الدفقة في المناطق الاستوائية مع ارتفاع درجة حرارة المية الهوى السخن بيطلع لفوق والرياح بتبدأ تدور حوالي منطقة الضغط المنخفض اللي تكونت الرياح دي بتفضل تزيد في السرعة لحد ما توصل لمراحل مرعبة في المرحلة دي بنسميها اعصار استوائي او لو كانت الرياح بتزيد عن 119 كم في الساعة فبنقول عليه اعصار قوي جدا ازاي بنعرف نتنبأ بالاعصير بقى التنبؤ بالاعصير تطور جدا بفضل الامار الصناعية والرادارات الحديثة العلماء بيقدروا انهم يتابعوا تجمع السحب وحركة الرياح باستخدام الصور والبيانات اللي بتوصلهم من الاقمار الصناعية بمجرد ما يشوفوا علامات على تكون الاعصار بيصدروا تحذيرات وبيحاولوا انهم يحددوا الاماكن اللي ممكن تتأثر ولكن ورغم التقدم ده كله الاعصير سعب بتكون غير متوقعة في قوتها ومدى تأثيرها علشان كده الخسائر دايما بتكون كبيرة جدا ودلوقتي هنتعرف على اقوى عشر اعصير ضربة العالم في المرتبة العشرة اعصار اندرو لعام 1992 بفلوريدا اندرو كان اعصار مدمر برغم انه كان سريع الرياح وصلت فيه الـ 270 كيلو متر في الساعة وده خلى الاعصار يدمر الاف المنازل في جنوب فلوريدا مش بس المنازل اللي اتدمرت ولكن كمان المدارس والمستشفيات والمرافق العامة بعد اندرو الحكومة الامريكية قررت انها تعيد صياغة قوانين البناء في المناطق اللي معرضة للاعصير علشان تكون البنايات اكثر قدرة على مقاومة الرياح العاتية والخسار الاقتصادية وقتها وصلت لـ 27 مليار دولار في المرتبة التسعة اعصار ساندي لعام 2012 بالولايات المتحدة برغم ان ساندي ما كانش اقوى اعصار من حيث الرياح الا انه كان ضخم جدا لما وصل لنيويورك ونيوجيرسي غمر انفاء المترو والشوارع كلها وخلى مناطق وسعة تحت المياه الفيضانات ضربت المدن السحلية وتسببت في انقطاع الكهرباء عن ملايين الاشخاص اما الخسار الاقتصادية فتجاوزت 70 مليار دولار وكانت واحدة من اكبر الكوارث اللي ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة رقم تمانية اعصار ماريا 2017 ببورتوريكو اعصار ماريا ضرب الكريبي وبالذات بورتوريكو بقوة رهيبة الرياح فيه وصلت لـ 280 كم في الساعة وتسببت في تدمير كامل للجزيرة تقريبا البنية التحتية في بورتوريكو انهارت والجزيرة كانت بدون كهرباء او مية لفترة طويلة جدا بعد الاعصار ماريا خلى بورتوريكو في حالة فوضى وناس كتير اضطروا انه هما يهجروا بسبب نقص الخدمات الاساسية الخسار الاقتصادية ساعتها وصلت لـ 90 مليار دولار والجزيرة لسه بتعاني من اثار الاعصار ده حتى اليوم ورقم سبع معنا هو اعصار جالفستون لعام 1900 بتكساس الولايات المتحدة ده كان اكتر اعصار قاتل في تاريخ الولايات المتحدة كان في وقت ما كانش فيه اجهزة حديثة اصلا للتنبؤ الرياح فيه وصلت لـ 230 كم في الساعة ومدينة جالفستون الساحلية بتكساس اتعرضت للدمار بشكل كامل الفيضانات غطت المدينة كلها ومات حوالي 8000 شخص في الكرسة دي وده خلاها اسوأ كرسة طبيعية في تاريخ الولايات المتحدة من حيث عدد الضحايا رقم ستة اعصار كاترينا لعام 2005 بنيو أورليانز بالولايات المتحدة كاترينا يعتبر واحد من اكتر الاعصير اللي دمرت الولايات المتحدة في التاريخ الحديث برغم ان الرياح كانت قوية جدا ووصلت لـ 280 كم بالساعة ولكن المشكلة الكبرى كانت في الفيضانات اللي غرأت مدينة نيو أورليانز لما السدود اللي بتحمي المدينة كلها انهارت المدينة غطتها المية ساعتها بالكامل واكتر من 1800 شخص فقدوا حياتهم المدينة بقت تحت المية لفترات طويلة والخسائر الاقتصادية تجاوزت 125 مليار دولار وكتير من سكان نيو أورليانز اضطروا انهم يسيبوا بيوتهم للأبد اما في المرتبة الخامسة فاعصار ميتش لعام 1998 واللي كان موجود بامريكا الوسطى ميتش هو الاعصار اللي غرق امريكا الوسطى بامطار مدمرة وريحها عاتية وصلت لـ 285 كم بالساعة الامطار كانت مستمرة لدرجة انها اتسببت في انهيارات طينية دمرت قرى كاملة في هندراس ونيكراجوا الخسائر البشرية كانت كارسية ومت حوالي 11000 شخص في الاعصار ده والدمار كان يعتبر شامل الاف المنازل اتسوت بالأرض والبنية التحتية انهارت تماما وفي المرتبة الرابعة اعصار ويلما 2005 في المكسيك وفلوريدا اعصار ويلما كان من أعنى في الاعصير اللي ضربت المحيط الاطلنطي في موسم 2005 بدأت القصة في البحر الكريبي ولما وصل للسواحل المكسيكية دمر مناطق سيحية زي كانكوم بالكامل وبعدها اتحرك ناحية فلوريدا وضربها بقوة جديدة الرياح ساعتها وصلت لـ 295 كم بالساعة وكانت النتيجة فيضانات وتدمير مباني وانقطاع الكهرباء عن ملايين السكان يعني اكتر من 6 مليون شخص فقدوا الكهرباء والاضرار الاقتصادية تجاوزت 29 مليار دولار في المرتبة التانية اعصار هايان 2013 بالفلبين اعصار هايان كان من اقوى الاعصير اللي ضربت الارض برضو سرعة الرياح وصلت لـ 315 كم بالساعة ولكن الاكثر خطورة كانت الامواج اللي وصل ارتفاحها لـ 6 امتار مدينة تاكلوبان اللي موجودة في الفلبين اتعرضت لدمار شامل للأسف الاف الناس ماتوا بسبب انهيار البيوت والفيضانات العارمة اللي غطت كل حاجة اكتر من 6300 شخص ماتوا وملايين اضطروا ان هم يهربوا من بيوتهم والبلد استغرقت سنين علشان تتعافى من الكارسة دي في المرتبة التانية اعصار ارما 2017 بالكاريبي وفلوريدا ارما كان اعصار عملاق بحجم مرعب لدرجة انه استمر في الفئة الخامسة لوقت طويل جدا برياح وصلت لـ 295 كم بالساعة الاعصار بدأ رحلته في الكاريبي ودمر جزر زي بربودا وسانت مارتن بالكامل ومات ناس كتيرة جدا بسبب الرياح الشديدة والفيضانات اللي حصلت وبعد ما خلص على الكاريبي راح ناحية فلوريدا وسب وراء دمار في مدن زي مايامي وكي ويست فلوريدا اتعرضت لأضرار ضخمة خاصة في البنية التحتية وناس كتيرة عاشوا من غير كهرباء لشهور اجمال الخسار الاقتصادية وصل لأكتر من 77 مليار دولار اما في المرتبة الاولى هو اعصار باتريشيا 2015 بالمكسيك باتريشيا هو الاعصار الاقوى في تاريخ نصف الكرة الغربي بسرعة رياح وصلت لـ 345 كم بالساعة الاعصار ده كان زي وحش خيالي خرج من المحيط الهادي وبدأ يهدد سواحل المكسيك وعلى الرغم من قوته الرهيبة لحسن الحظ المناطق السكنية اللي ضربها كانت قليلة لكن ده ما منعشي ان المدن الساحلية اتعرضت لرياح اقتلعة الاشجار ودمرت البيوت وغرأت الشوارع المكسيك كانت مستعدة بشكل كبير وده ساعد في تقليل عدد الضحايا لأقصى درجة وبرغم كل ده كانت الخسائر الاقتصادية كبيرة جدا خاصة في البنية التحتية وفي النهاية الاعصير قوة طبيعية رهيبة بتفكرنا دايما ان الانسان مهما كان متقدم بيفضل عاجز قدام قوة الطبيعة وارادة ربنا نتمنى لكم السلامة جميعا ونتمنى الحلقة برضو تكون عجبتكم واستفدتم منها ولو ده حصل ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب اتفعالوا زرار الجرس علشان يوصلوكم مننا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة وسلام